وسائل النقل الحضري والمركبات الخاصة والسيارات الأجرى تتعاصز بأسطول جديد من الباصات التي تواكب بشكلها والأحجام التطور الحاصل في البنى التحتية الطرقية داخل عاصمة نواكشوت وذلك بخمسين حافلة أشرف رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني على لحظة دخولها إلى الميدان ضمن المكونة الأولى من مشروع حركية نواكشوت الذي تعتزم الدولة تنفيذه في أفق 2026 رئيس الجمهورية اطلع في ساحة المطار القديم على الأسطول الجديد حيث تابع شروحا فنية حول نوعية هذه الباصات والمواصفات التي على أساسها تم اقتناؤها بمبلغ مالي يزيد على مليار وسبعمائة مليون أوقية قديمة وذلك في إطار مشروع متكامل كلف الدولة بجميع مكوناته أربعة مليارات أوقية يقول الفنيون إن هذا المشروع كفير بحل مشكل التنقل في الوسط الحضري وفي العاصمة بما يتناسب مع النوو الديمقرافي والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة نواكشوت داخل أحد هذه الباصات تابع رئيس الجمهورية عن قرب شروحا حول نظام استخدام الباص وطبيعة الخطوط وعدد الرحلات اليومية وأكد المسؤولون أن هذه المركبات تتحرك بين الشوارع الرئيسية والطرق المعبدة عبر مسارات محجوزة بطول 51 كم بالاعتماد على نظام تسيير ذكي يفرض الانسيابية في حركة المرور ويوجه السائقين في حيز جغرافي يراعي عامل القرب من المواطنين ويحدث قطيعة مع الزحمة الخانقة عند ملتقية الطرق المشروع تكون منذ التجزاء الجزء الأول ليعود توسيع هذه المحاور الرئيسية اللي هي محور توجونين عيادة المجمعة بوليكلينيك محور كرافور باماكو كرافور مدريد والمحور الثالث كرافور مدريد إلى الجامعة مرورا بجمال عبد الناصر وطريق شيخ زيت ومستشفى القلب المحور الثالث اللي يعود يمر من عين الطلح إلى بمد والمحور الرابع يمشي من كرافور بمد إلى الميناء هذه المحاور هي المحاور الأساسية في المدينة واللي تعود هي اللي يعود عليها هذا المشروع اللي يتم توسعتها واللي يتم اقتناء ثمانين حافلة جديدة كبيرة تعود ترفض أكبر عدد قد الصح من المواطنين والهدف من هذا المشروع هو حل وتطوير الحركية في نواكشوت فيها كعود المواطنين قدوا تنقلوا من أطراف المدينة إلى وسط المدينة اللي فيها المراكز الحيوية فقط قياسي ولي يعود فهم انتظام هذه الحركية من حيث من كل 5 دقائق لي يعود فهم حافلة تمر لي يعود على خطوط خاصة بهذه الباصات ومهيئة للباصات وخاصة بها وما رزر فيها لهذه اللي بيس اللي هم وهم المرحلة الثانية من المشروع لي يعود فهم إعادة تنظيم المواطن النقل الأخرى اللي ينقل عبر سيارات الأجرة ونقل عبر سيارات سيارات تدروة وسيارات سيارات تكتوك هذا اللي يتم إعادة تنظيمهم وتوجيههم المناطق محددة فيها كعود فهم تكامل ما بين جميع المواطن النقل من أصل 29 لخطا سيتم توزيع الباصات الجديدة على 7 مسارات من الخطوط الحضرية تمر في معلمها بملتقى مدريد لتتفرع منه إلى وسط المدينة ومنها إلى مشارف العاصمة لتصل الخدمة بأقل تسعر كل مواطن يقيم في أي نقطة من العاصمة ترجمة نانسي قنقر